السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لا عدوى ولا طيرة أي ولا تشاؤم ويعجبني الفأل الحسن فقيل يا رسول الله وما الفأل الحسن فقال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة عن صدق والكلمة الطيبة عن حسن ظن بالله مش الكلمة الطيبة عن جهل لا النبي صلى الله عليه وسلم أما دعا إلى التفاؤل دعا إلى التفاؤل لأن المستقبل كله بيد الله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن في اليومين دول أما حد يخرج ويبدأ يقول العام الجديد هيظهر كذا وهيختفي كذا وإنت من جواك تبدأ تسدق أو تفرح بكلمة ألها أو تزعل بكلمة ألها يظهر كذا وإنت تبدأ تزعل تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد الموضوع مش بسيط موضوع التفاؤل والتشاؤم الدين لا يدعو إلى التشاؤم ويدعو إلى التفاؤل عن حسن ظن بالله ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون لنا في قصة موسى والخضر وموسى هنا يعني الإنسان والخضر يعني قدر الله أما الخضر يمشي ويخرج السفينة فموسى بطبيعة الإنسان لقد جئت شيئاً إمرأة حاجة غلط حصلت هنا الإنسان اعتراضاً على قدر الله يمشي الخضر عليه السلام ويقتل الغلام سيدنا موسى انطفد لقد جئت شيئاً نقرة يجي الخضر يكمل ويبدأ يبني حائط كان هيتهد فسيدنا موسى يبدأ يستعجب هنا الإنسان أمام قدر الله يبدأ شايف كل اللي بيحصل ليه مش خير واعلم أن الله لا يأتي إلا بالخير هنا قال الخضر سأنبئك بما لم تستطع أو بما لم تستطيع عليه صبراً سأنبئك بما لم تستطع عليه صبراً هنا لا أنت أيها الإنسان لا مخطئ قدر الله دائماً لا يأتي إلا بالخير خرق السفينة فكان لسبب كذا وقتل الغلام فكان لسبب كذا وبناء الجدار فكان لسبب كذا كل دي أقدار أهل أو قوم السفينة لم يعلموا بخرقها إلا بعد مدة وهنا الإنسان ممكن بعد فترة يعلم أن قدر الله هذا خير أما والدي الطفل عاشوا طول حياتهم بيسأله وليه ابننا قتل وما يعرفوش أن الله أبدلهما خيراً منه والنوع التالت الوالدي أو الولدان للرجل الصالح لا يعلمان أن الله يفعل الخير وهم لا يعلمون عنه شيئاً أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته